على تراجع قياسي بسندات لبنان الدولارية التي وصل سعرها إلى 17.5 سنت استفق لبنان في التاسع من أذار تاريخ استحقاق سندات اليوروبونز التي أعلن تعليق دفعها على ثلاثة خطوط من المفترض أن تجري المفاوضات لهيكلة الدين مع حاملي هذه السندات أولا مع المصارف اللبنانية حيث العمل جدي معها وهي تبدي تعاونا ثانيا مع الصندوق الاستثماري أشمر حيث حصلت لقاءات غير رسمية وثالثا مع الصندوق الاستثماري في دالتي حيث العمل جار لفتح الخطوط التفاوضية معه معلومات الـ OTV تشير إلى أن المفاوضات الرسمية لم تنطلق بعد مع الدائنين الأجانب وهؤلاء أبدوا مواقف متصلبة غير متعاونة حتى ليل الجمعة الماضي مصادر معنية توقعت عبر الـ OTV أن لا تنطلق هذه المفاوضات قبل أن تجهز خطة الحكومة الاقتصادية التي ستشكل عنصر قوة بيد الحكومة وعامل ثقة للدائنين إلا أن هذه الخطة قد لا تكون جاهزة قبل بداية أيار المقبل لماذا التأخير؟ سؤال تجيب عنه المصادر بالقول أن نتجهات الخطة معروفة إلا أنها مربوطة بتوازنات سياسية وهذا ما يؤخرها فهذه الخطة تعمل على عدة أبواب رئيسية من بينها خفض العجز المالي عبر ضبط الإنفاق غير المجدي خفض كلفة القطاع العام وإلغاء الصناديق والمجالس وهذا الموضوع محور صراع سياسي خصوصا أنه ثمة من وضع فيتو على إلغاء مجلس الإنماء والأعمار حل إشكالية الكهرباء من أبرز عنوين هذه الخطة لخفض العجز والهدف تأمين التغذية الكهربائية 24 على 24 عبر إنشاء معامل جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص فضلا عن اعتماد الغاز وهنا تبرز إشكاليتان إشكالية أولى تتعلق بظهور نوايا لدى بعض الأفريقاء السياسيين لنسف خطة الكهرباء الحالية وإشكالية ثانية تتعلق برفع التعريف وهل يتم هذا الأمر فقط على الشطور العليا أم ترفع أيضا بالنسبة للشطور الدنيا بشكل يراعي كلفة الإنتاج من بين العناوين المطروحة أيضا ضمن الخطة إعادة هيكلة الدين العام والنقاش يدور حول إجراءات دمج بعض المصارف وإجراءات هيركات إلا أن مسألة تحديد صقف للإيداعات التي سيشملها الهيركات لم تحسن بعد الخطة تعمل أيضا على زيادة الواردات عبر ضبط التهرب الجمركي ووقف مزاريب الهدر والفساد واسترداد الأموال المنهوبة بالإضافة للعمل على تغيير الاقتصاد اللبناني من ريعي إلى منتج عبر دعم قطاعي الصناعة والزراعة ولكن ماذا عن فرض ضرائب إضافية على المواطنين وما يحكى عن اتجاه لزيادة التفئة إلى 15% وفرض رسم 5000 ليرا على البنزين بالهراء تصف مصادر مطلعة للأو تي في كل ما يحكى في هذا الشأن وتوضح أن النقاش الوحيد الذي يدور اليوم في هذه المسألة يتعلق بإلغاء الاستثناءات عن بعض المواد غير الخاضعة للتفئة إلا أن حتى هذا الأمر لم يحسن بعد